السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم أحبائي بتنوروا قناتي من أي مكان عبتتابوني فيه وصفتنا لليوم هي فتة المسخان من أطيب أنواع الفتات اللي ممكن تعملوها واللي بتتميز بطعمها اللذيذ وشكلها الحلو بالتقديم وطريقتها السهلة ولتعرفوا على الطريقة تابوا معي الفيديو أحبائي ومنبدأ وصفتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في البداية عندي أنا هون صدور دجاج سلقتها بحطة لباقة عطرية المعروفة وراء الغار هال قرفة مسامير أرنفول وبعد ما بتستوي بقطعها بهالشكل هاد بفتت يعني صدور الدجاج لقطع وهلا في عندي البصل عندنا كمية من البصل بلنا نقسمهم على شكل جوانح أو يعني قطع كبيرة نحن هون بنعمل خلطة المسخن المعروفة المسخن الفلسطيني المعروف بطعمه اللذيذ والمميز واللي كل بيحبه فهلا أنا بعد ما سلقت الدجاج رح أقطع البصل اللي بيكون هو كمية وفيرة لازم تكون يعني حتى بما عندي أنا دجاج بكتر البصل فهلا هيك قسمت البصل وصار عندي بهالشكل هاد هلأ بطوايع النار رح أحط زيت نباتي حوالي نص كاسة لازم تكون كمية الزيت وفيرة وما منخليه يحمى على النار مثل الزيت العادي دائما الزيت النباتي ما منحميه على النار فمباشرة حطيت عليه البصل وهلأ بدي حركه هيك خليه يعني لفترة إنه حتى يتدبل عندي قطع البصل مثل ما شايفين ما منه التحمر بستدبل وططرة بشكل كويس فهلأ بضيف قطع الدجاج يلي قطعته بهالشكل هاد وبخلطه مع البصل حتى هيك تاخد من نكهة البصل اللي عملناه والزيت زيت الزيتون هلأ بضيف ملح معلقة صغيرة أو حسب الرغبة ورح أضيف فلفل أسود ورح نضيف العنصر الأساسي بالمسخن اللي هو السماء رح أضيف معلقتين كبار فهو المسخن بتميز بالسماء والزيت الزيتون والبصل الكتير فهلأ خلطة هاي مع الدجاج رح تأتي طعمة رائعة وكتير لذيذة ومشهية هلأ صار عندنا هيك يعني بعد ما هيك تخلطت المقادير كلها مع بعض صار عندين مسخن جاهز هلأ بنا نعمل صوص الفتة أو من إلا البدوي فعندي حوالي كاستين ونصف كبار من اللبن الزبادي رح ضيف عليه نصف كاسة من الطحينة هاي طحينة اللي عملتها على القناة بحط لكم رابط الفيديو بسندوق الوصف وضفت عليها عصير ليمونة وتوم مهروس ومعلقة صغيرة من الملح هدول كلنا رح خلطون مع بعضون اللي نحصل على صوص جدا لذيذ وهو اللي يعطي الطعم الطيب للفتة هلأ أنا عندي خبز محمر أو مقلي أو ممكن إننا عمله بالفرن فهلأ بدي حطه بصحن البيريكس اللي نقدن فيه الفتة هلأ رح أخدت قليل من مرقة الدجاج اللي سلقتها ما مكتر هيك بسمع لأكبيرة لأنه ما بتحتاج كتير سوائل هاي الفتة لأني ما فيها رز فهلأ من فوقها رح نحط طبقة من الصوص اللبن والطحين اللي عملنا الصوص الفتة شوف هلأ هالمقادير كلها هي رح تعطي نكهات كتير طيبة للفتة طبعا مع المسخن بنحطه هلأ كمان بوزع هيك هاي الصوص بشكل منيح وهلأ بنحط المسخن اللي عملنا هيك بيكون كله سخن لكون مقادير سخنة بيكون أفضل طبعا عشان تقدم سخنة متل ما ملاحظين هيك مباشرة عبشيله من الطوايا وبحطوه حتى نعمل هيك طبقة طبقة المسخن اللذيذة وبزينو هيك ممكن بقدو ناس وشو بتحبو هيك تحطو إضافات ورمان يعني نعطي هيك شكل كتير حلو وألوان حلوة بجد يعني إذا جربتو هالفتة رح كتير تحبوها وتعتمدوها من قطيب أنواع الفتات سهلة لذيذة طعمت المسخن مع اللبن والطحينة والصوص الفتة جدا لذيذ بيعطي مكس كتير طيب وسهلة متل ما قلت للكون يعني أكلة رائعة معروف المسخن الفلسطيني كتير أكلة طيبة فإذا ضفنا لها الخلطة هاي والخبز المقلي كتير طلع طيب بنصحكم تجربوها بهالطريقة وإذا أعجبكم الفيديو أحبائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطونا لايك وبتشكركم كتير لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر